السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا الفيديو ارقاكم في احسن الاحوال وكمل عادة شكرا جزيلا تعليقكم الاكتر من رائعة وخصوصا في الفيديو الاخير قالوا لي اسماء جزيزوينة بالاخضر للاشارة اخوتي واحد لمرة قرأت واحد المعلومة ما عرفتها شو الصحيحة ولا ولكن معلومة من كتاب ما بقيتش عقل عليه بالضبط بان الرسول عليه الصلاة والسلام صلوه عني باخوتي كان يبغي اللون الاخضر وانا منع الشقل لو الاخضر فتحياتي لكم والله يزيني ايامكم ويبعد عليكم ان شاء الله الخلق اليوم ان شاء الله سأحاول ندير معكم فيديو شويش تحفيزي تطبيقي شويش ندير فيكم شويش الهمة والنشاط باش اللي ما زال ما بدأتش تحضيرات وتنظيمات وبدأك الشي اللي عندك اختي كيباليكم استرجمرا كيتتغسل بالمساعدة البنية ديالي والولد ديالي علي وصارة اللي السن ديالي مناسب انهم باش يعاونوا في الدار اشغال يعني هكا ومنها انخففت انا الحمل هادي للامهات الله يرضي عليك اخيتي اراه ماشي فهميها وربيها لولادكم الصغر المنزل منزلنا دي مهضروا بكلمتنا ولادنا تمع الزوج تكلمي بالجامع باش يولف بان مني يكون شي مشكلة يولي مشكلتنا اولادنا حياتنا بيتنا اذا احنا مطالبين كاملين باش ننضفوه ونقدوه كل واحد ديالي قد اكيد الازواج لانا ما كدير لك شي اللي كنبغيوا دائما ولكن الحمد لله نحاولون سيرو هنا كما كيباليكم كندير تحضير المسبق هذا ما عندوش علاقة برمضان هادو تحضيرات ديالي كنديرهم على طول السنة كل شهر كنجيب واحد كمية متجاج كمية اللوحم على حسب المينو ديالي وعلى حسب هذا وكندير هات التحضيرات المسبقة كما كتعرفو باش كنسهل علي القاضية الشهر كامل لانا الشهر كامل انا كن امن بها هات تحضير المسبقة بعدها كيخلي الانسان اللي كيديرو تيكون كي امن بأنه انسان باشر عنده مشاكيل صحية نفسية مدرقات اشياء ماشي مكينة غنقيل الشهر كامل وانا واقفة وهاد الفكرة كاملة كندوزها كدلك فرمضان نحن في رمضان ماشي اتقيل النهار كله مضامناش نحن نحن نهار كله غتقيل واقفة فكنديروا بعض الاشياء اللي كتساعدنا هنا تتبيلع انا كما قدت لكم ماشي قناة الطبخ انا كنعطيكم الافكار انا الفكرة ديالي تحضير مسبق القناة ديالي تعتمد على التخطيط والتحضير والاشياء كيفاش كنعيشوا الحياة ماشي يعني اذاك شبام يعني التركيز على الوصفة ولا طريقة الاكل ولا 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 ومع ذلك هنا هيا درت الموتارد ودرت القصبور ومعد النوس درت الربع دعم مقطع وثومة اللي علشق البوماد اللي غترقوها في قائمة تشغيل في سلسلة بيت الخازينة فيهم مجموعة الاشياء اللي كندير انا في البيت ديالي صافي وعطرية عادية هنا كذلك كنجيب لفخوضان تعجج وكنطيبهم وكنحطوهم في المجمي الطيبين هاد ولاش؟ الفترات اللي كنقولك كان امن براسي انني انسان ماشي ماكينة انه اللي كنكون عيانة فكنفضل شوفوا هي منيكة طيبية وتحطيها في الكنجيلاتور باش نكون واضحين القيمة الغذائية ديالا اكيد كتنقشي شوية ولكن شنو كيوقع اخوتي دائما حطوا راسكم في الخيارات حطوا راسي في اقل ضرارة هو الضرر وخي يكون حط في اقل ضرارة مثلا انا مثلا عيانة مو اعظم النساء اللي كتكون عيانة وكتوقعها شنو كديك تشريم الزنقة اه في الزنقة اكيد غيكون موضر ما تقولوا ليش كي يكون لانما صعيب 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 الا يعني صعيب دائما باش رقي ماكلت الزنقة صحية مستحيل فانا كنفضل تكون نقصة شوية في الجودة ديالها وفي هذاك ومصوبها بيدي وعارفة شكان دي رو حطها نقيقية وفي طويسات نقيقين ومع انني ضد طيوس البلاستيك لكن القدرة الشرائية ديالي والمادية لا تسمح ليش باش نشريت الزنقة اللي عندها المادة تشريت الزنقة وانا غنبدا نخطف وحيدة وحيدة غنبدا نحول البلاستيك الزنقة من الأحسن فهمتين ان تريد مرايقها كطيبة ونحن نفذجها في الزنقة هنا كان يوجد كذلك الكفتة اللي كانت نقطعها وقدها وقد نديرها في العويدات الخشبيين وقد نديرها في الكنجيلاتور كي يكونوا موجدين هذا وقد نستعملهم في الوقتها كما نقول لك الغلسارة وعالين وقد نديرها في القلاية الهوائية بشرط هذه الخشيبات لا تديرها في الشوية العادية لا تديرها في القلاية الهوائية لأنها لا تديرها في العافية هذه الخشيبات كما نقول لكم لا تحقيت ألف موقف واذا نختار نأكل من الزنقة لأنني لا ترقى مثلا ما لديك شجد ولا نضلك شيء مشكل ولا يمكنني الناس يأخذوا من الزنقة هذا شيء راجح يأخذوا كل شيء وكذلك تقضي بما كان وكذلك القضيان بما كان ودائما الحمد لله وليدتي ووكلي وهذه مسؤولية وأمانة لأننا نحرصوا على تلبية الحاجة لوليدة من المأكل و المسادة أقل حاجة أقل حاجة كذلك نضع تجاجة ملاواجدة نجعلها نجعلها كذلك نجعلها كذلك نجعلها كذلك نجعلها كذلك نجعلها بعض طريقة نجعلها كذلك نجعلها كذلك نجعلها كذلك هذا شيء يهنني و يجعلني موليدتي يأكل المكلة تكون جودة عالية و جودة نقصة و لك حسن من الزنقة و كيف تهمتوني؟ و لو بزرد الأخوات يعرضوا فكرة التجميد فكرة و قلت نقصة الفوائد و أفكارك و تبتبئهم و ليس سهل عليك لكن نجعلها كذلك نجعلها كذلك و نجعلها أقل ضرارا أنه سأكون عيانا أو ليس لدي جهد و رجلي سألقى المكلة في الدار و لو أنهي مراهيقا أنهي يأكلون في الزنقة أو سألقى مكلة الزنقة فمن الأفضل لا تكون نقصة جودة لها و هذا و مع الحمد لله و هذه القضية نفعني أنني أخذت مراهيقا طيبة و بعد قد أضاف عليها أيضا لايضات قل لي بطاطات أخذتني كل شيء يضاف عليها و أخذتها و أخذتها و لكن لا نضاف عليها و أخذتها مرقة و أقسمهم الطوايسات و أخذتنا و الحمد لله و ما فهمتوا الفكرة أخوتي؟ من هنا تكون الفكرة وصلت لكن يقول لكم ما شي صحيحنا نحن نشوفوا الواقع دينا الواقع دي المرأة المغربية هزلهم أنا كامرة بحلي بحلكم نحن هزل المسؤولية الفكرية والنفسية والجسدية ودي البيوتنا وكي اللي هزلتها المالية واش فهمتي؟ يعني هاتشي راحناها بنادم وكاتل قيرات كمية الف حاجة تخمي فيها تخمي في الولاد تخمي في الراجل تخمي في تنظيف البيت تخمي في الراجل تخدم بالفلوس اختيرها بزاف علينا فنحن نحاول كنثاء داكيات ومناضلات نحاول دائما نصلح وحياتنا لا ضر لا ضيرا نوفقه في الحياة دينا وخارجنا خدمنا من درش وليداتنا ويلا قرسنا في الدار وكان عندنا شي مشاكل دائما مهموا ليداتنا والأزواج دينا ونحن كن توفر الحاجيات الأساسية اللي قلنا المأكل والملبس والفريش نقي والضنقيقية ولكن كنبقى دائما نوقف على الرجل الوحدة رأى مستحيل مستحيل وخطكوني قطره وقوموا من بعد تخلصي الثامن كياني كتكوني واحد المدة لبنات واحد الفطراء في حياتي رأى فيه كيكون كيكولو اما كان حبش ما كان حبشش في النهار واحد كان ديل العجيب المعجيب ولكن حيث ضربتها مرة صغيرة أنا دبا يلا عندي 37 سنة 37 سنة رأى باقين صحاباتي أنا كان عارف صحاباتي باقين في الجامعات باقين كيكملوا قرأتهم باقين كي ما زال ما والداش كي اللي ما زال ما تزوج أنا اللي يقرأوا معايا وانطباك الله رأى أولدي وبنتي رجعوا عزبا وعزري عليش ضربتها مرة صغيرة من الصغر وحنا في ديورنا كنا كنا نقضي الشغار كنا عارفوا حنا الجيل الثمانينات كنا نعاون وليدنا بزاف وزيد منين جوجنا وحنا أعطي لعطاك سوبرمن كتديرها في تقلولة كنت تبعدين بإنجلتك لحظة بإنجلتك وكنت تبعدين بإنجلتك وإنجلتك أنت أمرة ونصف وهذا خطأ البنات إنسان يمشي بالعقل وبشوية وبتاول منين نخسر نصحة والنحاول أننا نقضيه كما تعطي الله ولكن لا ضر لا ضيرا اليوم كذلك هنشارك معكم الرخامة هنشارك معكم هذا الرخامة خوتيحة تسبغت الكوزينة وقد كنت شاركها معكم وقدرت لها المخيدر يسمى بيردي أوليبا أوليبا هي الزيت البلدية و قدرت له هذه القباطات التي قدرتهم في الدهبي سأشاركهم معكم إن شاء الله غدا وعد مني سوف نزل لكم فيديو هذا المطبخ كامل جولة فيه لكن عندما قمت بتلك اللون و هذا الشيء الرخامة التي كانت عندي قبل والتي هي الرخامة قديمة كان في هذا الكحل والقري و هذا الشيء ما جاءتش مع ذلك اللون فأخذكم أسماء ما تعجز هذه التحشي بفضل الله سبحانه وتعالى دائما أنا من عشاق الدكر وهي وايت و كان فهم فيه كان فهم فيه كأنني موحترفة غيهاكك سبحان الله كان بحث فيه من زيان و يعجبني فهذا الرخامة هذه الحجر وخارخامة هذه الرخامة فرأي ماشيلك للعاديين راح بإمكانك تغيري لها اللون ديالها كين فيرني سبيسيال سبيسيال الرخامة كيتبعدنا هنا غا نوريه لكم لكن قبل شنو كان ديالها هنا الزوج دوز لها الكوش الأول كنت أنا كان قضي أشغال أخرى و من بعد أنا اللي غا نكمل دائما كنخلي عاوني فهذا الشيء و من بعد أنا كنكمل يعني إذاك شي ديال الديكورات والفينيسيون و ما غا يعرفش يدير هذا الشيء وبراسه يقول لي واشرخامة غا تصبغ أسيرة كتصبغ كتصبغ نعم كتصبغ دووج لي الكوش الأول خليته ونشف على الأقل الأربعة الساعة الكوش الأول دوز الزوب صباغة عادية تكون ديال الخشب سباغة دو الخشب ولا دو الموبلز وتكون لفابلي يعني كتغسل يعني أنا غا نديرها في الرخامة إذا بحنا بغينا شي حاجة للديكور وتكون عملية وتاما نرخيص كي إلا يقول لك أختي نكون حية ترخامة كاملة وجبتيها خشبة ولا جبتي رخامة جديدة عارفة هات الشيء نحن عارفين أن أي إنسان يخص الفلوس لكي نجيكم من الواقع يعني الفلوس التي تكون عند الإنسان سيكون لديه كل شيء غير مهندس ولكن فقط تعرف إنسان أنه واعر ولكن أعرف المرأة واعرة هي التي من القليل تخرج الكثير هو إنسان لا يوجد أن يصنع واحد الحياة فهمتم؟ هذا هو الذي نستطيع أن نقول أنه واعر أما واحد أخرى يأتي لكوزينة من إيكيا وحطها أو يأتي لكوزينة مع المعلمين يصوبه أو تقول لكوزينة مطبخ واختيرها فلوس يصوبوا لكو ماشي هذا هذا كذلك لا تضح لي فابورة هنا فلوس خسرت عليها ولكن فلوس مقارنة مع النهاية وتشوفوا كيف جاءت روعة يعني ثمن بسيط جدا ولكن خسرت فيها مجهود صحي بدني ولكن ما عليش أرجع عليها نفسيا مزيان دوزنا الكوش الأول بالصباغة الزوج دوزه قلت له صافحية بحالتك هذا سأدوز الكوش الثاني ونجعله واحدة ربعة ساعة على الأقل أنه ينشف نسيان ومن بعد سنحول هذا الرخامة على شكل خشبه ستقول لي تبالك بحال الخشب بحال الخشب وكتغسل وعاملية جدا لأنك تبقى رخامة في الكوزينة فهمتوا؟ وصوه بتوجهة واعرة ودبرة كثير من 15 يمات الفيديو سأقديم هذا الرخامة سأقديم هذا الرخامة لأن الأخوات يريدون كيفية النتيجة ومن بعد سأقديم سأقديم الخشب بعد سأقديم الخشب في الأول مارون كافي يعني هذا المارون هادئ سأقديم شخص أكدا لأنه يجب أن يكون لديهم خشب سأقديم شخص أكدا سأقديم خشب سأقديم الخشب في ثانية سأقديم الخشب وكذلك فهو تقديم أعمالية ولكن سأقديم سأبقى مدينة سأقديم الخشب عندما لا تقشر هذه هي الخطوة المهمة جدا في هذا الشيء كله هو الفيرني الخاص بإنسي ميرا كي اسميه الإنسي ميرا هنا هي برخامة فيرني خاص هو اللي غي يحميها لي و اللي غي يخليني نغسلها و اللي غي يخليني نحط فوق منها المسخين و المرقة وتقطعها وتديري وتحركي و كل شيء وما يوقع لها التشي حاجة واحد المودة تضرب عندك لنفاية تدير هذا العمل في واحد المنزل و كان عجب مولا تضرب واحد المنزل كنت كريتو كنت صوبتو لها و كانت حماقت عليها المهم ده بها انتم ما شوفوا رخامة عادية حالتها كانت يعني ما جاتش مع الضكور الجديد فأنا عمشي نشرية واحدة اخرى ثامن غالي غالي غانحيدها ثامن غالي مشيت الثامن بسيط و دكش اللي بغيت نونيك حل العيون كما قلنا بغيت رخامة ديال الخشب ايواختي ما عنديش باش نديرها صناعتها هذا هو الإبداع كيسمي والإبداع اللي يجعلكم مبديعين في البيوت ديالكم و مني كتحبي شي حاجة ركتبعي فيها شوفوا أنا كنقرب لكم دبا دردت لاي الله جوش كوشات شوفوا شتي دبا طبقة ديال اللي كتقدر على حسب وش بغيت تغلقها ما منها غلقتها شي شوية هذا هو الفيرني اسميته بروتكتور نتع الشي مين انتع انسيميرا بروتكتور نتع السيميرا انسيميرا يعني كي يحافظ على الخامة اللي كتدير كي تضيف لها اللون بحل هكا فهمتوا منين شريته شريتهم من ليروي ميرلين واحد المقازا هنا معروفة هي الشي من الصباغة لأن الصباغة عندها جدد جودة عالية كي تبدأ تدوزي طبقة مهمة طبقة اللولة الثانية وانتي غادية مهمة لانا غنبقى نستعملها نغسل المواعن كما نقول كنتحركو كنتطيبو كي تبقى لي مودة مزيانة كي يبليكم حالي كي يطلق البيوضة كلها ستشرب بما ستقشب عينا اذا ترى النتيجة ان شاء الله نهائية نهائية كاملة الكوزينة في المطبخ كل شيء من صنع اليد ديالي انا والزوج الأفكار مليون في المئة ديالي ولكن المجهود البدني كان ديالي وديال الزوجة وجرينا هل هذا شيء ما يتقاضى قلنا له ستصبر معانا الله يرحملك الوالدي ولكن نتيجة أختي كانت مرضية جدا عجبتني ليا كذلك بدلت الارضية قدرت لغي الجرفليكس العادي كي يصوبت ويدي كما قلت لكم الأخوات ستكون تبدعوا بذلك شيء اللي عندكم رمضان جاي ما مقاش نشوفه نتعلق في عباد الله هذي كدار تراه الفلوس عنده واحد دور مهم جدا قاعي انا بعد اليوتيوب قاعي للقنوات اللي كنشوفهم ديال الدكورات اللي كنشوف ما كنرقاش الإبداع كرقاء القضية في هالفلوس عندي الفلوس غا مش عدمول طلامت غا ندير أحسن طلامت عندي الفلوس غا مش نعيط مش الإيكيان جيب الاخر كوزينة ولو مش عدمول الألمنيوم يدير لكوزينة كي بغيت يعني القضية كلها في الفلوس ولكن بتامن بسيط كذلك ممكن أنك تبدعي في البيت ديالك وما تقعيش تعلقي في انتفلقي وسيري علاقة للمستوى ديالك وصنعي حيات ديالك خاصة بك فكل واحد في نخلق الله فيه البصمة دياله فما تستهنيش براسك إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أوني بشكرا لكم